السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي من نيطان دي لنا ضليفات في الفيسبوك رسمي دي ما كينين واحد الاسئلة دي ما تي ترحوم عندنا الشعب الجزائري معلعين بنا هذه الاسئلة ما عندهم حتى شي اساس من الصحة لذلك انا اجي بترد تعليم في هذا الفيديو جمعت انا ادوك لكم انتعرض وش بتهم وش هم الخطرات يقولون بالآلاب تلمراتي سول هذه السؤال السياحة الجنسية التعارة السلطة اللي يبعناه بكاذا وليوطي ولي السلمك المغربية حنا غيرتو عليهم على ثلاثة الاسئلة اليوم وكل اختران غيرتل عليهم على اسئلة بدأوا بالتعارة الجزائريين تيقول لكم مراكش عاصمة ضتعارة وتيقول لك المغرب مقيم على السياحة الجنسية هذا هو الكلام ديالهم وديه ما تتلقى فليكم ومتعهم انا الرد ديالي الشيخ سم ستين قال لك في مدينة الجزائر بوحدة في 8000 دار ومتع الدعارة يلا اخذونا هذا المقياس ماذا حمل المدينة عندكم انتم في الولاية مع العلم بيننا عندكم 56 ولاية يعني ماذا حالة الالاف والعشرات الالاف متع دور متع الدعارة الشيخ سم ستين هذا السؤال لكم الشيخ سم ستين لي ما كفاه شير هذا الشي كفاه قال لي أو لو تلقاوه في الزبل لوليدات عينهم ديقين شين هو تلقاوهم في البركاصات مع التاذك ستين قلب أمي خالي مخطف وتقلب على الولاد في البركاصات هو اللي يفضحكم انا ما قلت والو فرصكم بان انتما كان عندكم اول بورديل في افريقيا سنة 1514 تاريخ الاحتلال الاعتماني لكم ان الاعتمانيين كان عندهم واحد الجيش اسمتوا الجيش الانكشارية جيش الانكشارية خاصوا في ان يستارع وفي ان يتنفس هم يجبوا التولى عندكم ودروا ليه تما بورديل سنتيني يلا ادرك سنسولك السؤال فين كينال فين يدرك دولة الطعارة وفينه هي العارة وفينه هو القبح وفينه هو بلا ما نزيد شكل من كل الطائحة قد تعمل الناس عدوى جوابي على السؤال كل اول ولا بقي جبتين زيتك مازال ثاني انت عرب بكالا ملاعب العزيز ملاعب العزيز حكم المملكة المغربية من 1894 تل من 1894 تل ١٢١ سنة يعني تقريبا تل ١١٠ سنوات كيف كانون سلطان على المملكة المغربية ملاعب حالة لقطة التي تخلو العرب والمسلمين على المملكة المغربية عندما تفتح الأندلس وقالوا فتح إسلامي عربي وليس فتح إسلامي مغريبي صار في التوه كامل العرب والمسلمين ولكن لقطة فسقطت الأندلس وتكلبت أوروبا على المغرب تخلو المغرب بوحدة تواحد مدافع عليها لكي نقول لكم اليوم العرم تعسبتهم ليليا تلقى على العاتق ذا الأمة العربية والأمة الإسلامية ولكن نحن معهم غربة أورجال لا تنسنوش مشي حد العوين نحن اللي واقفين على شغولنا ونحن اللي تنطلبوا بالمدينتين السليبتين ديونا ونحن ماشي هو واحد النظام اللي تنازل على جزيرة كابريرا اللي النظام الإسباني هي زكارة في المملكة المغربية يعني نحن تنطلبوا بسببتهم ليليا وانتوما تنازلتوا على جزيرة كابريرا هذا الثاني أردنا الثالث اللي يوتي مؤسس المملكة المغربية اللي يوتي كان تقريبا هنا في العشرية الثانية من القرن العشرين يعني تقريبا مئة سنة هذه لكي اللي يوتي عندنا في المملكة المغربية كان مقيم عام بحركة كان عندكم في الجزائرين كان عندكم المقيم العام وكل شيء كان عندنا مقيم عام وكان عندنا السلطان المملكة المغربية تأست في 172 هجرية على يد السلطان إدريس الأول الصبت من الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أسس المملكة المغربية في 172 هجرية يعني تقريبا 1280 سنة 13 القرن باش كينا المملكة المغربية لا علاقة بليوتي ولا بشي حاجة أخرى بالمملكة المغربية ولا بتأسيسنا ها ثلاثة الأسئلة هاني أعطيتكم الأسئلة هاني أعطيتكم الأسئلة وهاني قلتهم لكم وراء باقي نحنا كام غربة ندروا معكم بواحد طريقة لابيقة وطريقة شوية متزينة باش يمكن لكم تفهموا ودخلوا لسوق راسكم وتنعلوا الشيطان وتعرفوا بأن المملكة المغربية عمرها ما كانت شوكا لكم ولكن انتو ما كنتوا جنوي لنحنا في ظهرنا من نهار عقلنا وجدودنا وجدود جدودنا وما وقفين معاكم ومن نهار قبطوا الاستقلال ديالكم أول واحدين تنكرتوا الجميل ديالهم هو المملكة المغربية الشريفة علاش؟ لأن انتو ما دولة بدون طراط أو بدون تاريخ انتو ما ما قبطوش الاستقلال درتوا تقرير للمصير حانت عمركم ما كنتوا دولة وذيك الغيرة والبغض اللي فيكم على جيرانكم المملكة المغربية العريقة والزمهورية التونسية العريقة هاد البغض والحقد قابلتوه بالقرى اللي نو بتتقسمونا باش تكونوا انتو ما هما كي تتقولوا لها الأسياد عندما تذكروا الجزائر تنحاني لها الجبابيرا تنحاني لها ممكون شفنانية الجبابيرا دروكرا تتحانيوا لها فاش بقيتوا بوحدكم كي بلا ما نقولش كلمة اللي ما تعجبكمش أخوتي المغربة نتمنى منكم انتعاد القناة الله يكبروا بكم الله يجزيكم باخر وبغيتها تكون شوكا في حلق عديل المملكة المغربية الشريفة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة